اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعفوا طائفة منهم منهم يسبحوا ابناءهم ويستهجي نساءهم إنه كان من المفسدين فنريد أننا من على الذين استضعفوا للأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارسين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وحامان وجنودهما منهم منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى عن أرضئه فإذا خفت عليه فالقه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجائلوه من المرسلين فالتكته آل فرعون ليكون لهم أدوا وهدنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاتئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي بلق لا تكتلوه وساع ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن قادت لتبدي به لولا أربتنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به أن جنوبهم وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراد من قبل فقالت هل أدلكم ولا أهر بيت يكفلونه لكم وهم له ناسحون فرددناه إلى أمه كي تقرأينها ولا تحزن ولتعلم أن بعد الله حق ولكن أكثرهم لا يألمون ولما بلغ شده واستباطيناه هكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيئته وهذا من أدفه فاستغاسه الذي من شيئته على الذي من أدفه فوقده موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه أدف مذل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فأوفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ذهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يتركب فإذا الذي استنتره بالأمس يستسرخه قال له موسى إنك لغبي مبين فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو أجول له ما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أكس المدينة يسعى قال يا قومي قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك لتقتلنوا بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يتركب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القوء مدينة قال أسى ربي أن يهديني سباء السبيل ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمتا من الناس يسعون ووجد من دونه ممرأتين تزودان قال ما خطبق ما قالت لا نسخيم حتى يسر الرئاء وعبونا شيخا كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الزل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إهداهما تمشي على استهياء قالت إن أبي يدعوك ليديك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القسس قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إهداهما يا أبت استاجر فإن خير من استاجرت القبيل الأمين قال إني أريد أن انك حق إهدابنا تيها تييني على أن تأجرني سماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدوني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين كزيتم فلا أدوى نعلش والله ولا ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله يانس من جانب الطور نار قال لأهلهم قسوا إني يانس تنارا لألي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تستلون فلما آتاها نودية من شاة الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة قال لأهلهم قسوا إني يانا الله رب العالمين وعن ألق أساك فلما رآه رآه تحت الزقعان نخا جاننو والله مدبرن ولم يؤكب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين قسلو يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وزم إليك جناحك من الرحب فذانك برهانان من ربك من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي حارون هو أفسه مني لسانا فأرسلهم يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد وزدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يسلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سهر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاكبة الدار إنه لا يفله الظالمون وقال فرعون يا أيها الملو ما ألمت لكم من إله غيري فأوكد لي بمجاها مان على الطين فاجعل لي سرحا لأني أطلع إلى إله موسى وإني لأذنه من القاذبين واستكبر وهو وجنوده في الأرض بغير الحق وذنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يجعون إلى النار ويوم القيامة لا ينسرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لأنة ويوم القيامة هم من المكبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا الكرون الأولى بصائر للناس بفدن ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب يزقزينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا كرونا فتطاضل عليهم العمر وما كنت سابيا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادين ولكن رحمة من ربك لتنر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم موسيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سهران اتداهر وقالوا إنا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من اند الله هو أهدا منهما أتبعو إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فعلم من ما يتبعون أهواهم ومن أذل من من اتبع أهواه بغير بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فلقد وسلنا لهم القول لأنهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون فإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وأولئك يؤتون أجرهم مرتين بما سبروا ويجرؤون بالحسنة السيعة ومما رذكناهم ينفقون وإذا سمعوا الله وأعرضوا أنه وقالوا لنا آمالنا ولكم آمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببتهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو عالم بالمهتدين وقالوا إن التبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ولم نمكن لهم حرما حرما آمنا يجبى إليه سمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وَكَمْ أَهْلَقْنَا مِنْ كَرْيَةٍ بَطِلَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاقِنُهُمْ لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا كَدِيلًا فَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْأَسَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا رسولًا يَتْلُوَ لَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ذَالِمُونَ وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنْ شَيٍّ فَمَتَاهُوا الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَذِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَاكِلُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَأْنَاهُ مَتَاهُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْذَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَكُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا تعبدون وقيلتوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم مرعب العذاب لو أنهم كانوا يحتدون ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فأساء يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى أما يشركون وربك يالم ما تكنوا صدورهم وما يؤلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جاء الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من من إله غير الله ياتيكم بذياب أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جاء الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بليل تسخنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جاء لكم الليلة والنهار لتسخنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقولوا أين شركائي الذين كنتم تضعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله بذل وذل أنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ما آتيناه من القنود إن مفاتحه لتنوء بالأثبت وللقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يهب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا من الدنيا وآسنك ما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يهب المفسدين قال إنما أوتيته ولا علم اندي ولم يعلم أن الله قد أحلق من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا لعليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حذ عزيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم سباب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخصفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأسباب الذين تمنوا مكانه بالأمت يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويكثر لولا أمن الله علينا لخصف بنا ويكأنه لا يفله القافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون ألوفا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجذى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يأملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى مآد قل قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ذلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للقافرين ولا يسدنك عن آيات الله بعد أنزلت إليك وجء إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدوم أن لا إله آخر لا إله إلا هو إلا هو بكل شائن حالك إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم